منذ أن وصل سيف الدين قطز للسلطة في مصر والأخبار تتوالى عن اقتحام التتار للشام واستباحتهم للمدينة تلو الأخرى في طريقهم إلى مصر حتى وصلت رسلهم ووقفت أمام قطز وهو في أيامه الأولى على عرشه تقرأ الرسالة الآتية من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء نعلم أمير مصر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذه الأرض بعد أن بيعوا إلى التجار بأبخس الأثمان سلموا إلينا الأمر تسلموا قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا وقد سمعتم أننا خربنا البلاد وقتلنا العباد فخيولنا سوابق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال فلا تهلكوا أنفسكم بأيديكم وفي آخر الرسالة حذره من أن يلقى مصير الخلافة العباسية المنكوة في بغداد فما كان من قطز إلا أن رد على الرسالة ردا عملية حيث قتل رسل هولاكو وعلقهم على أبواب القاهرة ثم نادى في البلاد للخروج لحرب التتار فاستجاب له جند من مصر ومن الشام واجتمع تحت يديه قرابة أربعين ألفا من الجند والتقى بالتتار عند عين جالوت من أرض فلسطين واشتعل القتال بين الطرفين وانطلق جيش التتار في حملة شديدة كادوا أن يكسروا فيها جيش المسلمين فما إن رأى قطز ذلك حتى نزل عن فرسه وخلع عنه خوذته في وسط المعركة صائحة وإسلاماه فإذا بجند الإسلام ينقضون على جيش التتار فتنكسر هجمتهم وتتخلخل صفوفهم وينهزم جيشهم لأول مرة منذ خروجهم لغزو أمة الإسلام وزال خطرهم واستقر حكم قطز في كل من مصر والشام وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير